موسيقى موسيقى لانا مه مكان هذا ولا دي وبانوه اول شي من وين ياب الدخان ثاني شاغلة لازم اشقل فيديو وروي مظاهر التدخين وثاني شاغلة شوية شوية يعني مو بالعصبية ولا بالقوة اللي هون اللي اخذ العمل اللي هو ولدي على اساس انه يداخل فكل شي بالقوة بالعصبية ما بيمفت يعني ما تفكر من التضربة لا غلط شبتستفيد اذا ضربتها ما بتستفيد من شي بردي عاند والله اكلمة اكلمة في الموضوع وابين ليه اضرار التدخين لا في البداية يعني اعتمد على سنة إذا كان صغير إذا كان مراهور يعني هذا لازم تتفاهموا وتبين ليه الاضرار الناتجة عن عمليات التدخين وخاصة إذا كان الاب يعني قدوة هو ما يدخل فبتكون اجابة مختلفة احيان ما حالي قلالي ساب وليش يعني هوش بتغير بالضربة ما بيخلع عن التدخين ما يفي إذا هو مقتنع ما بتستفيد منه بكلمة واشي بتكون متفاهم وبالله اضربة يعني حتى اضرب ساعة ما يجيب فايدة يكون طبعا قبل لا اكتشف هالشي لازم ابين لي او اقعد وياه او افهمه في النهاية انا يعني قاعدتي اذا انا ادخن ولدي ممكن خلنا نقول ثمانين بالمئة بيدخن في احد في البيت يدخن سواء الجد او الاخوان او اي الطرف بعد نقول الولد يكون سهل انه في يوم الايام توقع منه انه يجوز قاعدة بس كردة فعل كابو انا صعب انه يكون القرار بس بحط ليه حد حق هالشي الضر ما بيوصل لحل الضر ما بيوصل لحل ما منه فايدة الضر يمكن يعاند بيسوي هالشي من يعني من وراه انا بعد يمكن شديد بس مو على الجيغاير بس يعني اوليام امور قبل او ايام اول كانوا يفاهمون كنا نحس بس هالجيل الجديد واجد صعب امنعهم اكيد شي طبيعي اكيد بالتفاهم انا تفكر نقطة ضربة لانه مهما كان هذا ولدي وده انا غير ما يجيب نتيجة هذا كوبون مقدام من اسواق الحلدة شكرا 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 شكرا